بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آآ اليوم نشوفه درس درس اخر وهو كيف يمكنك تحويل جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى او كيف يمكنك قراءة آآ تطبيقات في على جهاز الكمبيوتر. وذلك باستعمال هذا البرنامج آآ تجدون رابط هذا البرنامج تجدون رابط تحميله تحت الفيديو. حجم ثلاثة ميجا فاصل اربعة. نقوم بتنصيبه على هذا الجهاز. اوكي. ثم نضغط على سات اب. الان يقوم سيقوم بتحميل ملفات البرنامج كاملة وحجمها حوالي مئتين وتلاتة واربعين ميجا. ستأخذ بعض الوقت لتحميلها من الانترنت. يجب أن تتوفر على الانترنت كذلك. بعد آآ سنكمل بعد تحميل البرنامج كاملا. آآ بعد الانتهاء من آآ التحميل يقوم الآن بالتنصيب. آآ اكمل التنصيب. نضغط على هذه الواجهة الخاصة بهذا البرنامج الذي يقوم بقراءة آآ تطبيقات الاندرويد. آآ الآن يقوم كذلك باكمال عملية التنصيب. لم يبقى الا جزء فغير. ثم سنجرب بعض التطبيقات من موقع بلاي ستور او بلاي جوجل. الآن يقوم بعملية الاقلاع كأنه هاتف او طابلت. معنى يقوم بميزاجور او ايب دايت. نجرب بعض الخيارات. هناك خيارات نضغط على هذه الايقونة. فتظهر هذه النفذة خيارات يمكننا تغيير اللغة. يوجد بعض اللغات انجليزية اسبانية وفرنسية. ارمانية وغير غير ذلك. كما يمكنك تغيير مدى استعمال الكارت ميموري. وهناك خصائص صغرى كذلك. يمكنك اقتل عليها. الآن هذه الواجهات اه هذا البرنامج كما تشاهدون كأنه طابلت او هاتف دكي. الآن سنجرب آآ مواقع آآ لكي يمكنك اولا يمكنك استعمال الانترنت في هذا البرنامج. يجب ان تفعل واي فاي. يجب ان يكون مفاعل وتظهر هذه الايقونة الصغيرة لتستطيع ان تستعمل الانترنت في هذا البرنامج. نعود الى الصفحة الاولى. نضغط هنا ثم نذهب البلاي ستور. البلاي ستور. يقول لي يمكننا من هذا الايقونة تغيير حجم. حجم اه النافذة. الى حجم الهاتف. يمكننا التصغير. اه بلاي ستور يطلب مني الدخول الى حسابي. اجرب دخول بهذا الحساب. الان يقوموا بامالية الدخول. تجاوز بعض الخصائص تجاوزهم. الان نحن في متجر بلاي ستور. نتجرب تطبيق وصلة. ننتظر نهاية تحميل هذا التطبيق. تطبيق وصلة. لعبة كلمات متقاطعة. حجمها اربعة وعشرين ميجا اوقتي. انتظر الى حين نهاية تحميل. اه بعد نهاية اه تحميل التطبيق نقوم بفتحه لتجربته. كما تشاهدون التطبيق يعمل بشكل جيد. ابدأ. مجمع الاولى اسئلة سؤال. يمكنك اللعب. يمكنك اللعب بشكل جيد خلاص. طين. خير جليس. كما تشاهدون هذا البرنامج يعمل بالتطبيق يعمل بشكل جيد. اذا كان هذا درس اليوم. وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.